مكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري من توقيف 30 شخصاً بينهم 18 عنصراً للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطئ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاد بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون والتلاعب في المواعيد الطبية وسارقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية وأدوية أخرى غير قابلة للبيع ومعدات طبية ومبالغ مالية وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية